السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا ابناء الطلاب وأهلا وسهلا بكم وحيا هلا لطلاب وطالبات العلم والجد في الصف الخامس الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا اليوم تلاوت صورة فصلت من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشر حياكم الله يا أبنائي وحصة القرآن بلا شك أنها من الحصص التي ينبغي أن يحرص عليها الطالب ويكون مستعدا فيها استعدادا تاما ويتحلى بآداب طالب وطالبة العلم وطلب العلم وكذلكم آداب تلاوة القرآن الكريم كما سيمر معنا فإذن يا أبنائي نحرص بارك الله فيكم في حصة القرآن أن نعتني بهذه الحصة جيدا وأن نتعلم فيها تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح وسريم ونسأل المعلم عما يشكل علينا وتعلمون يا أبنائي بارك الله فيكم أن القرآن الكريم نزل في ليلة مباركة فهذا القرآن بارك الله فيكم كله خير وبركة فإن القرآن يرفع وينفع ويشفع لصاحبه في الدارين في الدنيا والآخرة فعلينا يا أبنائي بارك الله فيكم أن نحرص على الإكثار والاستزادة من تلاوة القرآن الكريم ناتي الآن إلى أهداف الدرس ومن أهداف الدرس أن يتلو الطالب الآيات تلاوة صحيحة مجودة ومن أهداف الدرس بارك الله فيكم أن يتأدب الطالب بآداب تلاوة القرآن الكريم فنحرص بارك الله فيكم في هذا الدرس وفي هذه الحصة أن نتعلم وأن نتلو هذه الآيات من صورة فصلة بشكل صحيح وتلاوة صحيحة ومجودة لا سيما يا أبنائي أنه في الفصل الأول وكذلكم الآن في الفصل الثاني نستكمل أحكام ودروس التجويد فينبغي علينا يا أبنائي بارك الله فيكم أن نعتني بالجانب التطبيقي والعملي لأحكام التجويد حتى تكون تلاوتنا يا أبنائي بارك الله فيكم صحيحة وسريمة نأت الآن إلى جملة من آداب تلاوة القرآن الكريم من ذلكم أن يكون القارئ على طهارة وعلى وضوء أن يكون القارئ على طهارة وعلى وضوء فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين ومن آداب تلاوة القرآن الكريم القراءة في الأماكن الطاهرة والابتعاد عن الأماكن النجسة والقدرة كدورات المياه أكرمكم الله على سبيل المثال فنحرص على القراءة في البيت وفي المسجد وفي المدرسة وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم عدم الانشغال بشيء آخر فأثناء تلاوة القرآن الكريم سواء في المدرسة أو في المسجد أو في البيت أو في أي مكان آخر من الأماكن الطاهرة لا ننشغل بشيء آخر غير القرآن الكريم فننشغل بتلاوة القرآن الكريم ونكون حاضري القلب وحتى بإذن الله عز وجل يحصل الانتفاع من القراءة ومن التلاوة كذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم استعمال السواك وتطيب الفن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على استعمال السواك ورغب فيه وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعادة والبسملة أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آداب تلاوة القرآن الكريم القراءة بخشوع وترتيل كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخشوع والترتيل وعدم الإسراع في قراءة القرآن الكريم فإذن يا أبنائي ينبغي علينا أننا أثناء قراءة القرآن الكريم نقرأ بكل هدوء وترتيل ورتل القرآن ترتيل نأتي الآن إلى جملة من فضائل القرآن الكريم جاء ذلكم مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فإن هذا القرآن يا أبنائي بارك الله فيكم يشفع لصاحبه يوم القيامة وما أحوجنا إلى هذه الشفاعة ومن فضائل القرآن الكريم قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله ومن فضائل القرآن الكريم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإذن نحرص بارك الله فيكم على الاستزادة من تلاوة القرآن الكريم ونحرص كذلكم على تعلم القرآن الكريم وتعليمه للآخرين نأتي الآن إلى تلاوة صورة فصلة أرجو بارك الله فيكم يا أبنائي المتابعة والتركيز بشكل جيد فحتى يحصل الانتفاع من هذه القراءة ومن سماع هذه القراءة المتقنة والمباركة وأرجو منكم يا أبنائي أن نقوم بالمتابعة باستخدام القلم أو الإصبع ونضع القلم أو الإصبع على الكلمة التي يقرأها القارئ مستعدون يا أبنائي هل أنتم مستعدون أحسنتم بارك الله فيكم هيا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الآن يا أبنائي الطلاب بارك الله فيكم بعد أن السماء إلى هذه القراءة المتقنة والمباركة سنستمع لها مرة أخرى مستعدون يا أبنائي بارك الله فيكم هيا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الآن يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم بعد أن استمعنا إلى هذه القراءة المتقنة والمباركة ناتي الآن إلى الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه من ذلكم في قوله تعالى حاميم هكذا تنطق يا أبنائي حاميم فصلت 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 وكذلك من الكلمات فأعرض أكثرهم من خطأ أن نقول أكثرهم حيث الخطأ يقع في فتح الرى والرى كما في هذه الآية مضمومة فالصحيح فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة في أكنة وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وبينك وليس وبينك كما تلاحظون يا أبنائي فإن النون مكسورة وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون هنا في ألف كما ترونها يا أبنائي بارك الله فيكم بعد العين وقبل الميم عاملون وهذا هو بالرسم العثماني كذلك في قوله تعالى يوحى إلي يوحى إلي وليس يوحي فالحا هنا مفتوحة يوحى إلي أنما إلهكم وليس إلهكم إلهكم الها هنا مضمومة إله واحد كما تلاحظون هنا في ألف صغيرة بين الوا والحا هذا بالرسم العثماني وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ كذلكم هنا يا أبنائي الزكاة هكذا تنطق الزكاة الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزكاةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَكَذَلِكُمْ مِنْ الْكَرِمَاتِ أَبْنَائِي وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ هنا في ألف بعد العين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا في حال الوقف نقول وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي أما في حال الوصل وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا كما تلاحظون يا أبنائي بعد البا في ألف وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ ومن الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه وَهِيَ دُخَانُ وَهِيَ فَالْهَا مَكْسُورَ هُنَا يَا أَبْنَائِي وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائتِيَا طَوْعًا ومن الكلمات كذلكم يا أبنائي الطلاب بارك الله فيكم فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ كما تلاحظون يا أبنائي هنا ألف سماوات وَأَوْحَى وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا هكذا تنطق هذه الكلمة نأتي الآن إلى الأحكام التجويدية بارك الله فيكم لقوم يعلمون ما الحكم يا أبنائي أحسنتم إدغام بغنة تنوين كسر أتى بعد حرف الياء والياء من حروف الإدغام بغنة حجاب فعمل ما الحكم أحسنتم إخفاء تنوين ضم أتى بعد حرف الفا والفا من حروف الإخفاء سماء أمرها ما الحكم أحسنتم إدغام بغنة تنوين كسر أتى بعد حرف الهمزة والهمزة من حروف الإظهار سواء للسائلين ما الحكم أحسنتم إدغام بغير غنة لماذا؟ لأنه تنوين فتح أتى بعد حرف اللام واللام من حروف الإدغام بغير غنة وفي الختام بارك الله فيكم يا أبنائي هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى المنتقى بذل الله عز وجل في الحصة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته